اشتركوا في الحلقة الاولى من الموسم الثاني من برنامج الفكرة انا محمد محسن الحلقة النهاردة ان شاء الله هاد ينزل على اليوتيوب وحشتوني جدا بقى انا كتير جدا ما سجلناش برنامج الفكرة الحمد لله رجعنا تاني للبرنامج اللي انا محبه جدا عن مستوى الشخصي بحس ان انا كده اعرف عندي الحرية الوحادي يطلع الحاجات اللي يفكر فيها ويطلع كل الكرياتيب ويديز اللي يفكر فيها فان شاء الله تبقى يبقى موسم دسم جدا ونتكلم بقى عن كل حاجة تخص المجتمع بتاعنا هنقول الى الجاتف والبوسطال اللي هي الحاجات اللي احنا اتروينا عليها هل هي صح ؟ هل هي غلط ازاي نقدر نغيرها للاحسن ازاي نقدر نفكر في الحاجة بشكل مختلف ازاي في حاجات احنا ممكن نكون تعودنا على وجودها وهي في الاساس من الصح كل الحاجات دي غالبا هي الـ الاساسية في الموسم الثاني انيواز مش عايزين ناخد وقت كتير في الانترو نخش في الموضوع نحن النهاردة هنتكلم عن حاجتين اساسيين الحالة الاولانية الزوق ازاي ان انت تنشر يعني فيروس الزوق يعني عارف ازاي هو عامل زي فيروس بس ينجد ويه عارف ان انت تكون انسان زوق وتعلم الناس الزوق الناس اللي ما بتلاقي اللي قدامها زوق هي بتبقى مضطرة ان هي تبقى زوق معاين طب انا لي اكون زوق مع الزوق بس ليه مكنش زوق انجينوري هي دي الفكرة فده الموضوع الاولان الموضوع التاني حاجة اسمها الايمة الايمة دي يا جماعة انا يعني عن مستوى الشخصي كمحمد مش مقتنع بيها تماما بس الاسعب هي حاجة احنا كبرنا على وجودها بس الواحد ما كانش حاسس انها موجودة كان دايما بيسمع الايمة بس مش فهم ايه الايمة يعني جات منين الهيستوري بتاعها ايه طلعت منين مين اللي اختراها هل هي موجودة فعلا في الدين بتاعنا ولا مش موجودة هل هي موجودة في ايه حتة تانية في العالم قعدنا ندور انا والشباب للاسف ملقناش اي اثبات عن حاجة اسمها الايمة مفيش حاجة في العالم اسمها الايمة ايه الايمة بتتعمل ازاي ايه ازاي نشيلها من مجتمعنا ونكمل مين الناس اللي متأثرة بوجودها تمام هل هي فعلا حاجة ضخمة جدا في انجاز مشروع الجواز بالنسبة للشاب وبالنسبة للبنت طيب نتكلف الموضوع الاولاني موضوع الزوب طيب انا لما كون انسان عندي يزول او بعرف اتعامل مع الناس او عندي ذكاء اجتماعي او عندي ذكاء عاطفي او عندي حتة السنس اللي هي انت بتعرف ازاي تتعامل في المواقف للأسر دي حاجة مكتصبة يعني اللي هيختلف معي او يتطفق هيقولك ان هي حاجة بجامل تربية او جامل البيت اللي انت رشقت فيه دي من الصح لان في ناس كتير جدا ممكن تبقى متربية احسن متربية ومن بيت من عيلة بس ما عندوش حتة السنس حتة السنس دي بتيجي مع الوقت يعني قطرة الاحتكاك بالمواقف في الحياة بتخليك مدردح يعني تعرف تتعامل فكرة ان انت تعرف تتعامل في ناس بتعرف في ناس ما تعرف يعني مثلا الزوء العام اللي هو فكرة الزوء العام ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تبقى هادي طول الوقت تحاول بقدر الامكان ان انت تبقى يعني انسان بتنشر طول الوقت حوالين الناس اللي حواليك فكرة ان انت تقدر تتعامل برزانة بحسن بحسن تصرف في المواقف الازمة يعني في المواقف الازمات انت تقدر دايما تكون كيبة نورمل وكيبة تقالم وتخلي كل الدنيا هادية حواليك دي اللي انت تقدر تقول عليها نشر فيروس يعني نشر فيروس الزوء ان انا طول ما انا قاعد بتعامل مع الناس يبقى عندي دايما مبدأ عام في حياتي ان انا احاول بقدر الامكان اكون انسان زوق انسان زوق في التعامل مع الناس عامة والناس اللي هما يخصوني بشكل خاص ولكن بصفة عامة الصفة الدرجة او اللي الناس تقدر تستخدمها عنك سواء بنت او ولد ان انت انسان عندك زوق طيب دي بشكل عام تقدر تتعالج ازاي او تقدر تنتشر ازاي ان انت تقعد مع نفسك تشوف ايه الحاجة اللي انا ممكن احسنها في نفسي فكرة السيلف امبروفمنت او السيلف اللي ان انا دايما اعمل على حسن اعمل ادت لشخصيتي اشيل النيجاتف وحط البوزيتف ده محتاج ممكن واحد تاني يسمع يقول لي ايه يا عم ده خلاص محدث اعلم مني انا تمام بس انت محدش هيجي يقولك انت يعني انت ليه مزوق الناس هتحس ده فهتراعي ده في التعامل معك مستقبلة فانت مش دايما الناس هتيجي تنتقد فيك ان انت ما تعرفش تتعامل بس هتلاقي الناس ما بقيتش بتحب تتعامل معك فهي دي الاشهارة بالنسبالي ان اللي قدامي ما بيعرفش يتعامل او ما عندوش حتة الزوق والسنس في التعامل فده راجع ليه راجع ان انت ما بتحاولش ان انت تشتعر على نفسك وان انت تعالج المشاكل دي تمام؟ طيب ده اقدر عالجه ازاي اقدر عالجه بحاجتين مهمين جد اولا ان انا دايما اتناقش مع نفسي هل انا في الكونفرسيشن دي او في المناقشة مع شخص معين مهم بالنسبالك هل هو حس من نسبالي او حس ان انا اتعملت معاه بشكل مش مناسب اتعملت معاه بشكل مناسب هل هو كان مبسوط هل هو كان حدد يتعامل معاه تاني لو احنا بنتكلمين بيزنس وايس ايه وطبعا عن المستوى الشخصي اكيد انت تعرف تتعامل مع الناس الواربين منك بشكل مناسب بشكل في عاطفة ايه بس حاول بقدر الامكان دايما ان انت تشتغل على نفسك وتحاول ان انت تعدل الصفات لان الصفات دي مكتسبة فانا عشت 50 سنة عشت 100 سنة انت دايما تحاول ان انت تحسن الصورة الصورة دي اللي ظهرة للناس تسيبك بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك ممكن يبقى فيه مشاكل وفيه ايوب وفيه حاجات انت شغال عليها بس المنتج النهائي اللي الناس بتتعامل معاه بيقول البني ادم اللي بيتعامل مع الناس بشكل مباشر هو ده اللي انا بكلمك عنه ان انت دايما تحاول تخليه في احسن صورة وفي احسن حال تمام؟ بس فده الموضوع والان موضوع التاني بقى موضوع شائق شائق اللي هو موضوع الايمة فكرة الايمة يا جماعة هي ان انت لما بتيجي تتجوز بتيجي بتاع خلاص اتخذ استاب الجواز اثناء المناقشات اللي بتبقى بين الاسرتين الولد والبنت بيبقى فيه مناقشة اللي هي غالبا بيبقى فيها الكبار بتوع العائلتين الاب وهنا والاب هنا والولد والبنت ممكن يكونوا حضرين بس عموما هي عبارة عن ان انت بتكتب مفردات او مكونات الشقة وخاصة الحاجات اللي انت جبتها والحاجات اللي البنت جابتها ليه؟ ليه بنعمل كده؟ عشان اللي هو لو حصل انفصال نبتدي نشوف ان انت عملت تبديج للقايمة او ان انت قصرت العفشة او ان انت باخدت العفشة او سرقت العفشة طبعا او انت هتقول انت مؤيد او ضد او ضد انا كمحمد ضد لأسباب كثيرة جدا اولا ان انا هاخد بنت من بيتها اعيشها معي في شقة كزوجة لو انت معندكش كنسة ان انت تشيل البنت دي فوق دماغك يبقى احنا بنتكلم عن بنت انسان انت هتبقى نسؤول عنه فلو انا خدتنا من ان انا احافظ على انسان لان انا احافظ على نيش يبقى انت كده بتتكلم مع شخص يا اما انت انسان يا اما هو انسان يا اما انت الاثنين انسان يعني هي دي وجهة النظر وبرده وبرده مع كامل التقدير لكل الناس المؤيدة للفكرة ولكن انا عشان ممكن الموضوع موجود من القرن القبل الماضي ولكن احنا كناش فاهمينه جلنا ما كانش فاهمه بس فعليا حاليا احنا بلاقي ناس كتير جدا فيه زيجات كتير جدا بتوصل لنقطة مش لذيذة خلص عشان المناقشة في الايمة فان احنا نوصل لمرحلة دي يبقى لازم ننور كده ونحط على فكرة الايمة ففكرة الايمة ففكرة الايمة دي جمعة يعني لازم لازم يحط لها قوانين لازم يحط لها شروط لازم يحط لها حاجة يبقى الناس ماشي عليها لكن فيه تكلم مع احد يقولك ده سلو عائلتنا ده سلو بلدنا ده سلو بناتنا ده سلو ده سلو ده يعني ايه يعني ده صفة درجة في العيلة يعني احنا مثلا عندنا في العيلة لازم نتجمع يوم وعام في الاسبوع عندنا مثلا في العيلة ان البنات بتتجوز بمهر او بدهب مقيمته 100 الف جنيه عندنا مثلا في العيلة ان لازم الفرح يتعامل في البلد مثلا فكل عيلة لها شروط قواعدها واشروطها واحكامها كل ده نحترمه جميعا ولكن اللي انا بتكلم فيه ان قريدي الشاب عشان يوصل لمرحلة ونقطة ان هو هيجوز ده يعني مش بيجي ستاب ده منستر ستاب خطوة ضخمة جدا في حياة الشاب فالشاب قريدي بيبقى وصل لمرحلة كبيرة جدا كبيرة جدا من التجهيزات ومن الضغط النفسي والضغط العصبي والتوتر الفيسيولوجي والإنسيولوجي والبيزيولوجي والفيسيولوجي وكل الإليوجي دي عشان يوصل لمرحلة او نقطة ان انا يا جماعة يوقف كده ان انا يا جماعة جاهز ان انا اخد البيجي ستاب في حياتي فعشان البني ادم او الشاب يعني فكر معي يا عزيز المشاهد يعني البني ادم او الشاب الشاب ان هو ياخد البيجي ستاب دي ويروح يتكلم مع بابا ويقول له يا وابا يا والدي انا جاهز ان انا هتقدم للبنت دي ونيجي بقى في الكمبرزيشن نتكلم والجوازات تبوز عشان القيمة ويرد فيه حاجة ويرد في الموضوع فيه حاجة كده مش مزبوطة ايه اللي بيخلي الموضوع يوصل للنقطة دي انا مش بقول ان الشكل العام ان فيه جوازات بتبوصل عشان القيمة ولكن فيه نسبة محترمة من ازيجات بتفشل عند التحدث عن موضوع القيمة وشان برضو الكلام يبقى واضح تمام فازاي نحل المشكلة دي؟ حال ايه؟ مالهمش تالت ان احنا نحط قنون ينظم موضوع القيمة ده يعني معنا هتجوز يبقى فيه قواعد ماشيين عليه عارف انت زي ايه حاجات اساسيات كده ما حافيش بقى يقول لك ايه ده سلوة عيلتنا وسلوة جارتنا وسلوة ومش عالف ايه كلنا ماشيين على رول واحدة وفقا وقانون ما حافيش ايمة يعني فيه ايمة انا ممكن احط الايمة دي في شكل فلوس يعني نزود المهر يعني نزود المؤخر الصلاة يعني في كل الاحوال دي حاجاتنا اساسية يعني في امريكا لما بتيجي تطلق مرتك بتغنصيف بمام صوتك وش كده نفهش زوء يعني جاب بيسوس لما جاي طلق دفع مليار ومتين مليار يعني ده بجاب بيسوس تفهم ازاي فهو موافق عشان ده قانون البلد ما اعتردش تمام؟ ولكن انت هنا بقى انت عاكلها بدمارك كده لما انت قب هتدي بنتك لشاب هتيجي تتكلم معاه هتقول له انا عايزك تحافظ على بنتي وبنتي فانيك وبعد كده تقول له بس في بقى طاقم صيني موجود في النيش تحافظ عليه برضه وفي طاقم مش هالف ايه التلاجة لازم تحافظ عليه والشفاط لازم تحافظ عليه كده احنا فيه يعني كونفرزيشن مش نطجة يعني يعرف ان ده مش كونفرزيشن اقدر استفيد منها وكونفرزيشن ايه ناس كبيرة وفها بس يعني ياريت ياريت الحلقة دي بتبقى هي نقطة الانطلاق للتحدث بشكل جاد عن موضوع الايمة ده لان انا عارف ان فيه ناس ما بتعملهاش وفيه ناس بتعملها بس اتخذ الموضوع سيمبل ودول يعني برضه كطاع كبير ولكن فيه كطاع كبير جدا مضرور منها وفيه كطاع كبير جدا برضه لو احنا عمدنا معدل طلاق معدل انفصال عمدنا كطاع كبير جدا بيحصل مشاكل بسبب الايمة تمام؟ يعني يحط لها قانون نحسن بيه الجدال نحسن بيه الموضوع ده والعائلات يبقى عندها مرونة كافية ان هو يقدر يحسن ان انا هعمل الايمة ولا مش هعمل الايمة ولو مش هعملها ده عادي جدا براحتك فا اتمنى ان الناس تبقى عقلها كبير وتفكير هنضج ان هما يردوا الموضوع مش عادته تقاليد ولكن بالعقل انا هدي بنتي لانسان تبقى شركة حياته لا يمكن ان هو هيخاف عليها وهيحبها ويحفظ عليها ويشيلها في دماغه وبعد كده اتكلم معاه ان هو عمل تبديد عفش مثلا حصل انفصال فالموضوع ده لازم يلديه ولازم يتحط له حل فدول الموضوعين اللي كنت حابب بكتلي معاكم السيزن بي النهاردة ان شاء الله الحلقة هتنزل اتمنى ان الحلقة هتعجبكو اتمنى ان رأس معروضة افعال من الناس وشكرا جدا 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 كل الناس اللي بتقول الكلام كويس كل الناس اللي بتنتقد كل الناس اللي بتطلب اي ايدتس معينة اي شكل معين للحلقة اي احنا والتيم كله من الحمل بقدر الامكان نبقى دايما سامعين الناس ونتمنى الفكرة هتصبر وتبقى دايما موجودة نوصل معاكم الوقت سيزن المليون فبشكركم جدا 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 على الدعم بشكركم جدا جدا على فل الكلام الجميل وهي الحلقة ان شاء الله النهاردة هتنزل على كل السوشيل ميديا قطع يعني هتنزل الحاجات مقطع بس الفل ابسود هتنزل على اليوتيوب وفكرة طبعا الكوبي بايتس بقى والحاجات دي متفاهمين فلازم اليوتيوب هو يبقى الاساس فمتمنى ويك اند سعيد لكل الناس ويا رب الحلقة تاجبكم شوفكم الاسبوع الجاي يوم السبت من كل اسبوع جم معاكم حمد ماصر اشتركوا في القناة